عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ووجه مدبولي بتشجيل مجموعة عمل تتولى دراسة ما تم ترحه من مقترحات تتعلق بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وصولاً لتحقيق المستهدف من إقامة مثل هذه المشروعات كما نقش العديد من العوائد الاقتصادية التي ستتحقق من إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة